محبة سؤال تاني جاي كده بيقول ازاي اصنع سلام بين حد من افراد الاسرة مع حد من الجران الحقيقة احنا المشاكر ما بيننا كجران حد تبقى كترت شوية بسبب المنافع بسبب المنافع ودي من ضمن اسباب ان يبقاش في سلام او خصومات ان كل واحد بينظر انما لنفسه انا عايز المكان اللي اركن فيه انا عايز الحاجة الاحسن انا عايز المكان الافضل انا عايز وبلا شك طبعا هذا انا كلامي دا ويكونوا تفاكرين ان انا بتجاهل ان احنا بنحيا في وسط ناس شخصياتها صعبة احنا دايما بنلاقي شخصيات صعبة فيما حولنا في مجتمعاتنا في الاسرة او في الجران او في العمل او في الدراسة او في الكنيسة فيه شخصيات صعبة لكن زي ما قلنا في الاول احتمل قلنا لا تتقم لنفسك قل لي خل اسلوبك كويس دايما كل انسان له مدخل كل انسان له مدخل لو انت عايز توصل للمشكلة ما بين احد افراد الاسرة وما بين الجران بتوعكم اكيد في مدخل كده بسبب المنافع او بسبب حاول توصل لحل وسط فيما بينهم مهما كانت شخصيات صعبة الا دايما نصانع السلام الشاطر يعرف حلها معنا تليفون من عياد